طيب دي جريدة الانتباهة الاربعاء واحد وعشرين جماد الآخرة الف واربعمائة سبعة وثلاثين الموافق تلاتين مارس الفين وستاشر تعت الليلة مش؟ طيب في حادثة غريبة جدا قال انصاري مسين يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في المنام واثنى على المهدي وطبعا دي اخوانا كما يقال بالعامية دي اسمك السير شنو دا كسير الدين ذاته دا ما كسير تلي والله دا زول بيكسر دينه يبيع دينه من اجل دنيا غيره دا زول قاعد يبيع في دينه بس قال قال اقتحم مسين يدبع لطيفة الانصار مؤتمرا صحافيا بدار حزب الامة امس واصر ان يسرد على الحضور من القيادات السياسية والصحافية تفاصيل رؤية قال انه رآها في المنام مصير عمك قال اصر في امتى ركب رأس زي ما بقوله طيب قال طيب نشوفه نظامه جنو قال ونقل للحضور دا بيقى صحابي تخيل بكلامه اللي بيقول فوقه دا في امتى دا لازم الفعل بتاعه قال ونقل للحضور ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه في المنام واثنى على رئيس حزب الامة وزعيم طائفة الانصار الامام الصادق المهدي واكد المسين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره انه يعادي كل من يعادي المهدي انتو اي واحد فيكم الليلة اللي يمشي يتوب يمشي يرجع لي الصادق المهدي يمشي يدفع عليه الصقوق بتاع الغفران عشان المهدي يرضى عنك عشان الرسول في زعم هؤلاء الناس يرضى عنك شوف يا اخوانا الدين في السودان دي مع عبودية وديل اهلنا يا اخوانا الطائفة بتاع طالانصار دا يمكن يكون ذاته من اهلي ديل الناس اللي بيحلفوا بالمهدي يقول لك وحات المهدي وخليفته وصابونت وليفته فهمت والله دا الناس يا انا ذاتي شوف الكلام دا كيف الكلام دا سببه شني يا اخوانا دا سببه غلوه دا في المهدي وما لو جاكزول من على البيت تسوي شنه دا الصادق المهدي اللي بيقول البيوثني على اتفاقية سيداو كويس والبيقول ينبغي اعادة قراءة ايات المواريث وانه المرأة متهدة كويس ويطعن في الشريعة عنده كتاب اسمه العقوبات الشريعة في العقوبات الشرعية او حاجة زي دي طعن فوقه في كل الحدود الشرعية حد الزنا وحد السرقة وحد الردة وغيرها من الامور كلها طعام فوقه فيمتا وبعده قال انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه اي زول بعاد المهدي هو عدوه احدك يضيب ساكن طيب انا بكرة لو حلمت قلت لك اي زول بعاد المهدي الرسول قال انا بحبه دي تحلها كيف تحلها كيف دي فيمتا الصادق المهدي دا ما قبارك قاعد ينجر ان الوحدة الوطنية تحتاج الى وجود كينات متكيفة مع الاطار الكيفي او التكيف الاطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية عمل شنو هذا اللي بقى جماعته جماعته عشان يروجه له الا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الرسول جاء وقال الزول دا يعني اللي بيكون ضده هس انت ذاته ضد المهدي ولا ما ضده انت لها ما تكلمت في المهدي ذاته قال المعاي هو الرسول بحبه المعاي الرسول صلى الله عليه وسلم ضده هل رأيك شنو في الزولة زيدة اخواننا دا لعب ساكن احنا ان شاء الله نقيف الى هذا الحد وعندنا ان شاء الله فرصتان احنا دارينك تقرأ وتجيب لنا مصطلحات جديدة وان شاء الله يتواصل هذا المنبر الاربعات جاي جزاكم الله خير والسلام بصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان